مرحبا بكم متابعي القناة خبر اليوم سيسمح باستعمال زيوت الطبخ كبديل لوقود القزوال في تشغيل السيارات والسمح باستخدام الزيوت المنزلية المستعملة كبديل لوقود السيارات التي تعمل بالقزوال وخاصة السيارات القديمة كما يسمح باستخدام زيت عبات الشمس وبعض أنواع الزيوت التي تمت معالجتها لتصبحها بديلة للوقود هذا الأمر سيتم في فرنسا فقد وافق نواب فرنسيون في قراءة أولية على تعديل قانوني يسمحه باستعمال زيوت الطبخ كبديل لوقود القزوال وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للفرنسيين والحد من التلوث الناتج عن محركات السيارات وكذا خفض الفاتورة الطاقية يشار إلى أن خطوط طيران الفرنسية استعملت في إحدى رحلاتها في ماي 2021 20% من زيوت الطهي كما طلب من شركات الطيران استخدام ما لا يقل عن 1% من هذا الوقود الحيوي فكيف سيتم الحفاظ على قدرة الشرائية باستخدام زيوت الطهي بديلا للمحركات أو القزوال وحاليا زيوت الطهي كذلك أسعارها مرتفعة جدا وكذلك لا ينصح بها واستعمالها لجميع السيارات فيمكن أن تكون غير لائقة لبعض السيارات شكرا على سفع لكم دائما مع الجديد إلى اللقاء